خلال جلسة ناقشت فرض عقوبات على قطر قالت أن آن واغنر عضوة مجلس النواب الأمريكي إن قطر حليف عسكري للولايات المتحدة ولكنها دعمت حركة حماس وتنظيم القاعدة الإرهابي وقالت واغنر إن الولايات المتحدة دورا في تهديئة التوتر في المنطقة ولكن ليس على حساب الأمن القومي الأمريكي وقالت إنه يجب على قطر قطع علاقاتها على الإرهابيين مؤكدة أنه لا يمكن لحلفاء الولايات المتحدة أن يدعموا أعدائها